من غزة حيث أفادت المعلومات بانطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتراض إطلاق صاروخ واحد من غزة وكما أفاد مراسل الحدث بأن القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق أيضا من قطاع غزة وهذه المعلومات الأخيرة رغم ما تم نشره قبل قليل عن مصادر مصرية بتمديد الهدنة بعد موافقة كل من إسرائيل وحماس والأفاد